وضعك في السورة غايتها. السلام عليكم و مرحبا بكم في الفيديو جديد سبق لنا و قلنا بأن نراه واحد الشعب الجزائري لأنه هو المستهدف رقم واحد وهو اللي يعاني دائما من ندر حادة في المواد الأساسية وهو اللي يدير طوابير و زي تكملها و جميلها النظام و النظام ديال العسكر من اللي بدأك يقطع العلاقات والتجارة مع إسبانيا اللي شارك مهم في المواد الغذائية للجزائر واللي ما عارف جزائريين الموانئ اللي كنا في الجزائر ممكنش لها انها تستقطب بخيرات كبيرة وهي شي اللي يضطر انها البخيرات كيدوزو لإسبانيا وعد كيجيو في بخيرات جزائرية صغار للجزائر هنا إسبانيا من بعد ما الجزائر بدأت تلعب داخل اللعب الخوي ديالها ولا تكتفرض على الجزائر انها تخلص الجمارك على السلح اللي كتدخلها و هاتش علاش غدا يلاحظ الشعب الجزائري رتفاع موهول في بعض المواد الأساسية خصوصا اللي كتجي من أمريكا اللاتينية قلناها لهم وخرج لها الدوبة الإلكترونية أو تاني وبداع لنا لو كتكتبوا علينا و هاتش شي ما كان نحن نوجه الرسالة الجزائريين غادي شوفوا بأن بزد المواد الأساسية ارتفع التمن ديال هوا ما زال غادي زيدوا ارتفعوا بزد المواد الأساسية وشكون السبب السبب هو البوليزاريو السبب هو النظام ديال العسكر و كنقولوها و كنزيدو نأكدوها سبب خلال الشعب الجزائري هو البوليزاريو الحمد لله المغرب طوادك الملف و بشك يبحث على نصف ملفات جديدة و انتم ما ما زالك تعاني و عشقوا دائما كتعاني و عشق دائما المقولة منطبقة عليكم اغنى دولة و افكر شعب فنخليكم سامعوا مزيال ما يقع من ازمة حادة ما بالجزائر و اسبانيا و كيفاش اسبانيا غاداش بتتعاطب الشعب الجزائريين ما غاديش نكون نظام لان اي عقاب غادي يجي فالمتضرر الاول والاخر هو الشعب ليقول كيفك معربها تصباح بش يدير الطوابير نخليكم مع الفيديو مش بنا تفعلوا معي بشكل كبير ما تنساوش تدعمونا بلايك ناسي ما زال ما تشارك مش معنا الشارك و يفعلوا الجرس بش يوصلكم الجديد ديالنا دائما انه القرار متاع التعليق التجارة مع اسبانيا ما غاديش يشمل العمليات الاستراد والتصدير او عمليات التوطين البنكي اللي جات قبل لناث يونيو 9 يونيو 2022 يعني قبل يعني هذه كلادات اللي متعلقة بالغاء المؤاهدة ما بين الجزائر و اسبانيا اللي توقعت في الوي اكتوبر 2002 هنا وش را يقول بي عمليات التوطين العمليات التوطين العمليات التصدير ما بين الجزائر و اسبانيا ما تشملش هاد التعليق يعني اللي كانوا قبل لناث والسلع الواردة من اسبانيا او ذات المنشأ الاسباني اقبل من هاد التاريخ يعني او بري هاد الادات يوغا بلو دوبراشن كوميرسيال لن تكون هناك علاقات وعمليات تجارية ما بين الجزائر وإسبانيا وهذا يأكد على أن النظام الحاكم في الجزائر ما راح ماضي بشكل يعني لا بلاش راح ماضي بشكل يعلق التجارة مع إسبانيا بشكل نهائي وهذا غاد يأثر بشكل مباشر على اتفاقية التجارة ما بين الجزائر والاتحاد الاتحاد الأوروبي لأستغرب منه ولكني قلت لكم لاش هذه الصحافة ما تكدمتش لهذه التعليمة هو ممكن أنا حلل فسرتها على أنه هما ما بغاوش يتيلوا الانتباه سيطع دير ما بغاوش يخلقوا واحد الابوليميكو نيفو دلانتيريور الداخل الجزائري باش ما يكونش هناك أردت في الريزو سوسيو هما على خطر يخافوا من الريزو سوسيو صرتوا بأن هذا القرار هذا غادي يمسل كثير من المتعاملين الجزائريين غادي يضر الكثير من المتعاملين الجزائريين والحاجة التانية هما أنهم شغل يطولوا شوي يجبدوا الأمر مع الاتحاد الأوروبي ولكن الاتحاد الأوروبي كان معهم صارم بعد صدور التعليمة الأولى وإنها هدد بشكل صريح لأنه لا يقبل بهذه الممارسات تداعيات التعليق التجارة مع إسبانيا سيكون لديها أثر سلبي كبير على الداخل في الجزائر والبداية بدأت تظهر بدأت تظهر مع ارتفاع سعر الموز لماذا ارتفع سعر الموز 100 ميل ألف دينار أو 67 درهم مغربي 67 درهم مغربي أو 6.7 دولار أمريكي هو أن الإسبانيا ردت عليهم كيف نرهم مزايرين في الدوميسيات ودوميسياتيون قلت لهم السلعة التي تضع لنا في إسبانيا لتعاود لأنها كانت مرشانديز التي يأتي مثلا من أمريكا الجنوبية والقدرات الموانئة للجزائرية لم يكن لديها القدرة لتستقبل البواخر من الحجم الكبير والذي تأكوستيو في البورد إسبان منهم السلاء هذه منهم الموز منهم اللحوم خطر الجزائرين يستوردون اللحوم من الأرجنتين من البرازيل يستوردون الموز من الإكواتر هذه دقاء سيطلع السومة لهم والبنان سيطلع السومة لهم سيطلع لأن السلعة التي تدخل لإسبانيا سيطلع وكي تتجمر أوتوماتيكم نظام هذا سيطلع بسبب السلعة مع المغرب سيخسر في العلاقات مع الجيران الأوروبيين مع إسبانيا بالأساس ولا سيطلع كثير من السلعة خطر من شيء غير بانان أو 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 اللحم الجيري كانت تستورد بزاف الحديد الحديد البناء من الإسبان سيطلع إلى ثمينة سيطلع سيطلع السيارات قطع غير السيارات كل شيء سيزيد وهذا سيؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية المواطن هذه هي القرارات الخاطئة هذا النظام اللي حاسب روحها روحها شغل كيس بانيا بدلت الموقف وقالت ندعم حكم الداتي في الصحراء المغربية سيعاقبها هذا ما كان عقاب لأولو سيجزائر تتأثر كثيرا والذي سيضرر الجزائريون بالدرجة الأولى لأن يشوفوا حجم الاقتصاد البلدين لا يمكن مقارنته حجم اقتصاد الجزائر مقارنته بحجم اقتصاد اسبانيا حجم اقتصاد اسبانيا 1500 مليار دولار وحنا الحجم التالي ما يتجاوش 170 مليار دولار يعني 9 أو 10 مرات اقتصاد الجزائر كيفاش حجم اقتصادك صغير 9 مرات اقتصاد البلد كما اسبانيا وانت تعاقبها ركت تعاقب في روحك وهذه القرارات اللي ركتدير فيها هذه القرارات العشوائية والقرارات الارتجالية وغير محصوبة غادي تخرب الاقتصاد متاع بلادنا وغادي تعد عليه بالضرر الكبير هذا القرار اللي دارتها جمعية البوروك بالإعاز من طرف العسكر يوم السبت عاودوا نهار الحد داروا ديك اللعبة متاع كان ينبان في الكوتي إسبانيول خرجت وزيرة التحول الطاقي والبيئي الإسبانية وقتلهم مكاشي مطان في الكوتي إسبانيول البربلام رعندكم فلستاسيون المحطة الدغط اللي موجودة أو نفو ديبني صاف علاش راكم تكذبوا علاش راكم تكذبوا رعندكم مشكل رعندكم مشكل ما سبق قولتها لذا رعندكم مشكل أنكم وردتوا رواحكم ملتزمتوا مع إسبانيا وقدمتوا التزام جديد للطاليان وما تقدوش توفوا الوعود اللي قدمتوها للبلدين الآن ودروا راكم تحاولوا أنكم توقفوا تحسب روحكم وعرين توقفوا ورقة الغاز وهذا اللي سيخلق لكم مشكل آخر زيادة على قطع التجارة مع إسبانيا سيخلق لكم مشكل آخر مع الاتحاد الأوروبي بما سيعود سلبا على المواطن الجزائري وعلى الاقتصاد الجزائري هل أنتم قادرون على تحمل تبعات هذه القرارات هذه التصرفات اللي راكم تقوموا بها في المؤخرا مع إسبانيا لا أعتقد ذلك لأن هذا الأمر سيعود بالضرر وأنا أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي سيلجأ إلى كين احتمال كبير أنه يطبق عقوبات إحنا مرتبطين بالاتحاد الأوروبي إحنا مرتبطين بالاتحاد الأوروبي بس كن نستوردون من عندها بزاف عندنا مليارات الدولارات يتم استيرادها سنويا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي هذا القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا من طرف هذا النظام الذي قلت لكم لا يحسب خطواته جيدا ستكون له تبعات خطيرة على الاقتصاد الجزائري وغاد يحس الناس بغلاء الأسعار بشكل كبير في كثير من المواد خصوصا وأن العلاقات التي كانت بين إسبانيا والجزائر كانت علاقات كبيرة أو كانت سلع كثيرة يستوردها الجزائريون من إسبانيا أنا أستغرب كيفاش رحي يفكر هذا النظام يعني ألي هذه الدرجة يعني سراعك مع المغرب بغي بغي تبقي السراع مع المغرب بغي تخرب الجزائر هذا غير مقبول وعليكم يا بني وطني أن تستفيقوا لأن الأمر اللي رح يدير فيه هذا النظام وأمر خطير وهذه يكون عندها تبيعات المواطن الجزائري بشكل مباشر بشكل مباشر والخطوات هذه اللي رح يديرها يظن هو بأنه يضغط على إسبانيا لن تؤتي أكلها لأن إسبانيا القرار انتاحها الدائم لمقترح الحكم الداتي هو قرار دولة ولن يتراجع لإسبانيا عن ذلك فوق من هذا مصالح إسبانيا في المغرب كبيرة بالمئات شركات سيتمارة ضخمة في المغرب وحجم التجارة بين إسبانيا والمغرب حجم كبير تقريبا ثلاث مرات حجم الاقتصاد بين الجزائر وإسبانيا هذا بغيت بشكل مختصر نتكلم لكم على التعليمة التي صدرت عن جمعية البنوك والمصارف المالية الجزائرية والتي أكدت على قطيعة الجزائر للتجارة مع إسبانيا مع استثناء ما تم توطينه عمليات الاستيراد والتصدير قبل التاسع من يوليو أو السلة التي تقدم إسبانيا أو إسبانية المنشأ قبل من تسع يونيو 2022 أكتفي بهذا القدر وأضرب لكم موعدا آخر إن شاء الله في حلقة أخرى لا تنسوا هاشتاغ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي هذا البوليساريو الذي ستخرب الدائر ولا تنسوا هاشتاغ نظام العسكر التوسعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت أول فيديو اليوم أخليوا لي الرأي ديكم في التعليقات مش بخلوش رأي ديكم ناسي ما زال ما بشارك نشمعنا يشارك وفعلوا الجرس باش يوصلكم مشاهدة دينا دايما شكرا لأي واحد كيف تشاهدوا في فيديو جديد وديما مغرب